قبل ما نتعمق أكثر بموضوع الفوضى بس أريد أقول أنه هناك فرق بين الفوضى وعدم النظافة نحن نركز على الفوضى اللي هي كركبة الأغراض كركبة الأمور بحياتنا سواء أشياء أو سواء حتى ذهنية كتنظيم مثل ما ذكرتوا بالبداية التنظيم والجداور كل هالأمور بس يعني بما أنك ذكرت النظافة النظافة أيضا تأثر على الطاقة النظافة تأثر على الطاقة بس مو قد للفوضى يعني أكو هواية بيوت هاني نظيفة حلوة مرتبة تلمعت يعني من النظافة لكن يشوف كركبة فمن تخش تحس أنه أنت يعني ممرتكز ممرتاح أكو في الشي غلط من الموضوع ومدت قرفة بس بس ما هذا الإنسان اللي جدا نظيف وبيته يلمع ليش هيكم كركبة يعني أسباب الفوضى ففي ليش تعفين أولا قبل ما أقول شين أسباب فوضى غادة عفوا سارة الناس ديانة وغادة وكل مو مشكلة لا لا خصوصا لا لا خصوصا ويايا شوفي سارة حبيبتي الناس ما تعرف شين هي الفوضى الفوضى هي إنه ما عرف شون أرتب جرارة ما عرف شون أرتب دولابي